السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نعود لكم بعد قياد طويل في لايف سيكون مهم أو جميل إن شاء الله ستكلم اليوم عن لماذا أو كيف يتميز الطفل في البرمجة طبعا قبل ما نبدأ العنوان أو نخش في العنوان ممكن نسأل السؤال أنه لماذا يتميز الطفل في البرمجة تحديدا قبل ما نخش على كيف يتميز الطفل في البرمجة نسأل نفسنا لماذا يتميز الطفل في البرمجة اخترت العنوان ده تحديدا لأن البرمجة هي الآن أصبحت الحاضر والمستقبل أصبحت المدارس والمناهج الأوروبية والمناهج العالمية يدخل البرمجة من ضمن المقررات الدراسية للطلاب هما في سن الطفولة فده بيستدعي إلى أنه يجب على الطفل أنه يتميز في البرمجة ليه؟ لأن البرمجة الآن أصبحت هي المستقبل الآن أصبحت كل الوظائف هي متجهة للبرمجة أصبحت البرمجة تخش في كثير من تطبيقاتنا في الحياة اليومية وحتى في الوظائف وحتى في الشركات والمصانع وغير من الحاجات الأخرى فده بدينا إشارة إلى أنه في حوجة إلى أنه يتعلم الطفل البرمجة عشان هو يكتسب مهارات ثانية لأن البرمجة هي ما زيها زي باقي العلوم يعني أنا ممكن أقول أنها هي علمي تطبيقي أكثر مما هو علمي نظري لأن الطالب عندما يتعلم البرمجة هو يتعامل مع حاجة نظرية تطبيقية يعني كشكول كده يعني هو يطبك على أنه يمله كود وفي مثل وقت الريزالت يأتيه وقت إذا في مثلا خطأ في الكود يصبح رضيه ويبدأ يعدل فيه فده بدي إلى أنه البرمجة هي علم تطبيق يعني هو بيطبق أكثر مما هو شنوه يتعلم حاجة نظرية زي باقي العلوم يعني أيضا من الجوانب المهمة في البرمجة أن هي بتكتسب أو بتخلي الطفل أنه يكتسب مهارات ثانية يعني زي مهارات الاستمرار الصبر ومهارة التعلم الذاتي بتخليه أنه يبحث يعني إذا مثلا حصل خطأ تخليه يفكر براه يعني ما يتديه مثلا الصدوشان جاهز أو الحل جاهز يعني لا يتوريه الخطأ وين وبعد ذلك هو بحالة أنه يعالج براه يعني الحياة الثانية برضه من فوائد البرمجة بتدي الطفل بعد آخر من مواكبة التطور في العالم لأنه هو لما يتعلم علم زيداء أو يتعلم مساق زيداء بتحديه أنه هو يواكب الحياة الجديدة في العالم التطورات الحاصلة في العالم فبتديه دفعة أنه هو يتعلم علم ماشي مرتفع يعني ماشي الطلب بتاعه مرتفع بصورة كبيرة أنا قسمت اللايف على عدد من المحاور دي دي كمقدم عاما نخش على صلب الموضوع واللي هو كافية تمييز الطفل في البرمجة أخطيت اللايف عندي تحديداً لأنه أطفال السودان لقيت أنه هما عندهم تمييز خاص أو عندهم نبوغ مختلف بصمة مختلفة عن بقية الأطفال فلقيت أن الأطفال السودان هما عندهم قدرة على التعلم بشكل رائع ورهيب هذا تحديهم أنه هما يتميزوا في البرمجة وحتى في الإلكترونيات لحسب تعامله مع المساقطة وتجربته الشخصية في الجانب ده فبالنسبة للأطفال هما أطفال السودان أدعى أو أفضل أو خلينا نقول أقرب للتمييز للبرمجة من بقية الطلاب لأنه يتواجههم تحديات خلاف التحديات البرمجية يعني تحديات خارج الإطار يعني كلنا معانين منها الكهرباء الشبكة وخير من الحاجات فرغم التحديات دي مع التحديات البرمجية الخاصة جواها يتبقى أنهم عندهم استمرارية وعندهم شغفة أنهم يتعلموا أكثر فأكثر فيتميز الطفل في البرمجة من خلال ثلاثة وقفات الوقفة الأولى والتي هي الاستمرارية يعني إذا عندك طفل في البيت أو حتى ولي أمر عايزوا يتميز في المجال فلابد هو يكون عنده استمرارية بحيث أنه يكون مستمر في المجال ويستمرارية أنت ممكن تخش بها بكذا محور أو يعني بكذا نقطة اللي هو مثلا يكون مرتبط مع جروبات في نفس فئاته العمرية يستطيع يشتغل معهم يكون فيه استاذ متابع معه أنت مثلا كل مرة تحاول تعمل له مشاركة في بعض المسابقات البرمجية كل مرة هو يعمل له مشروع مختلف فدي كلها جوانب يتخش في الاستمرارية وكل مرة يكون محدد له هدف معين يصلوا عنده مشاركة يشارك بها عنده مستوى معين من اللي هو عايز يصل له فبالتحفيز وبالجوانب دي استمرارية بتمشي لقدام النقطة الثانية يتميز الطفل في البرمجة أنه يكون مواكب للتطورات الجديدة يعني مثلا إذا هو انترستنج مثلا للصوفتوير أو لللغات البرمجية فهو مثلا شوف المستجدات في اللغات البرمجية حاسية مثلا مع الشبه صورة كبيرة يعني مثلا بايسون جافسكريبس سي شارب اللغات اللي عندها رواك أكتر يعني وشوف البرمجية أو التطوير فيها كي عامل كيف وهو يصل له مستوى فلا بد من المواكب المواكب اللي بيتخليه أنه هو يتميز يعني يكون على اطلاع أنه من حيث وقف الناس هو شنو يحاول يبدأ يكون مواصد معاهم خطوة خطوة النقطة الثالثة يتميز الطفل في البرمج بأنه هو يتميز في العلم يعني يعني يكون هو عنده شغف وعنده اهتمام أنه هو يعني ما يصبط أو خلينا نقول ما ما يكسر الحنك يعني أو يخلي الموضوع يعني يعني مثلا تكيف ده هو عاقبة معينة فهو يعني بس يكيف على النقطة دي والله نقطة إذا ما عديت مثلا أنا ما حمشي لا لا هو يكون عنده إصرار يعني يكون عنده عزيمة ودي طبعا متطلقة في أي علم من العلم لكن في البرمج تحليلا هو لما يلم الجوانب دي مع بعض بيتميز تميز وعالح وينبق مثلا في علم البرمج النقطة الرابعة واللي هي يتميز الطفل في مجال البرمجة تحديدا بأنه هو يكون مبادر يعني شنو يعني خلينا نمسك النقطة دي من نقطتين يعني النقطة دي ذاته ندخل فيها تاني تحت نقطتين النقطة الأولى أعني بالمبادرة أنه هو يعني يكون عنده حب لنشر الحاجة اللي تعلمه يعني مثلا في فريق المبتكرية الصغار عندنا أن الطلاب ينقرس فيهم أنه إذا خشوا دوره فالحاجة اللي تعلموه يقوموا مثلا ينشروا في المدرسة ينشروا للناس الحي الناس المهتمين يعني يكون في مبادرة منهم يعني فالمبادرة دي بتخلي زول هو يتميز ويتخلي زول هو يكتسب مهارات تانية يعني النقطة التانية في النقطة دي ذاته المبادرة في النقطة دي أنه الواحد يحاول هو يعلم ما تعلمه يعني يعني مثلا إذا ما أقول شنو أنه هو يحاول ينشر الحاجة التي يتعلمها يعني أنا والله تعلمت مثلا لغة سكراتش فالحاجة التي تعلمتها بأشوف والله مثلا لي صاحبي أو زميني في المدرسة فلي أنا مثلا ما أساعده أنه هو يتعلم نفس اللغة دي فهنا بكون في حب نشر العلم بكون في حب المشاركة بكون في حب تناقل المعرفة والخبرات بكون في يعني نوع من المساهم المجتمعية فدي نقطة مهمة جدا من نغاطة اللايف أنه الطفل هو يتميز برمجة كيف بالمبادرة بالاستمرارية بالتطوير أنه هو كل مرة يطور من نفسه شوية شوية النقطة القبل الأخيرة وبعد ذلك نشوف الأسئلة واللي هي أن الطالب أو الطفل هو في السودان بتميز بمهارات ما متواجدة أو خلينا نقول ما عندها توفر مثلا في أطفال هما من دول تاني المهارات ديشنو اللي هي الصبر على التحديات الكبيرة اللي نحن فيها دي يعني فرغم التحديات دي بنلقى أنه في أطفال هما عندهم اهتمام بمستوى عالي أنه هما يصبحوا مبرمجين لا ما على مستوى السودان إنما على مستوى العالم وده بيلفت الأنظار أنه يعني طبيعيا كده الشخص هو لما يكون في تحديات هو يعني بيشتغل على التحديات دي يعني ما فكر مثلا في تعلم حاجة خارج الصندوق يعني رقم التحديات الحاسة دي آآ الأطفال هما عندهم قدرة على التمييز في مجال برمجة بشكل رائع ورهيب جدا يعني آآ الحاجة الأخيرة واللي اختم بيها آآ آآ أنه الأطفال السودان آآ في تمييز التمييز في البرمجة ممكن نذكر على أمثلة آآ من ضمنها خارج رشاد آآ حسن هو آآ يادوبه ممتحن شهادة الشهادة الثانوية و رغم التحديات الحصي حاصي لكن هو آآ حصل على جوائز برمجية كبيرة على على مستوى الوطن العربي منها جائزة آآ ريبوتهم تلك موهبتي آآ النسخة الأولى آآ أحرز المكة الثانية على مستوى الوطن العربي وأيضا عبد المنعمي هاب يعني طالب هو تم يتجاوز الثلاثتاشر عام و شارك في أكبر مسابقة للريبوتات على مستوى العالم مسابقة آآ FTC للريبوتات المسابقة الليمية للريبوتات و حصل على جوائز كبيرة مع فريق من السودان فدي نمازج آآ يعني نما واحد يسردها للناس أو آآ يتكلم عنها أو حتى يشوفوها بتدي الأطفال آآ دفعا أو بتدي الأطفال أنهما فعلا ممكن يتميزوا في مجال البرمجة آآ ودي نمازج حية قدامهم يعني ودي نمازج هما ممكن يكونوا شايفينها قدامهم قدوات حقيقية هما ممكن آآ تكون إجابة للسؤال له كيف تميز الطفل في البرمجة آآ أبن لكل زول هو ممكن يتميز في مجال البرمجة أخترت تحدينا الأطفال لأن الأطفال في السودان عندهم يعني آآ نوع خاص من حب البرمجة ومن تحلل من برمجة وعندهم الصبر وعندهم الشغف وعندهم يعني آآ يعني أفكار كده مميزة يتخلي الطفل هو يتميز في البرمجة بسرعة يعني خلاف الأطفال في الدولة التانية برضو إشارة آآ سريعة كده أن الأطفال في الدولة التانية مهيأ ليهم الجو يعني مهيأ ليهم الجو والبيئة والمعدات والحاجات لكن في السودان نفتقر افتقار تام لأبسط الأدوات أو أبسط الحاجات ممكن تكون برمجية أو تساعد الأطفال على البرمجة لكن رغم هذا بنالجه أنه في إصرار على التميز وإصرار على التميز دليل على أنه فعلا أطفال السودان هم قادرين على التميز آآ سواء كان في مجال البرمجة أو حتى في العلوم الأخرى أو حتى في الأنشطة الرياضية أو الأنشطة اللاصفية أنا كده انتهت من اللقاط البسيطة في اللايف ده فإذا في أي سؤال ممكن تكتبوا لي في الكومنت تحت طيب أنا أشوف الأسئلة طيب هو لايف محفوظ طيب من عمر كم ممكن الطفيل يدخل برنامجة البرمجة؟ طيب السؤال ده اتسأل كثير فالدائرة أقوله بأجاوة مختصرة وزريفة ولذيذة أنه الطفل هو من يبدأ يعرف يكتب يبدأ يعرف يعني يعني يفهم العبارات سواء كان إنجليزية أو حتى مثلا العربية يعني في الأساس ممكن يكون عمره تسعة ممكن يكون عمره عشرة فهو من الوقت ده هو بعد تاني سهل جدا هو يتعلم عن البرمجة والحاجة دي سهلوها أكتر إنه هو معهد MIT معهد عالمي في التكنولوجيا فقام عمله لغة برمجية اسمه سكراتش سكراتش دي أي طفل هو يعني عمره تسعة سنوات سبعة سنوات عشرة سنوات ده غاية مثلا خمستاشر سنة هو ممكن يتعلم نغة سكراتش بصورة مبسطة ولذيذة وكبان الجانب الكويس أنها هي باللغة العربية واللغة الإنجليزية وباقي اللغات يعني حتى إذا هو مثلا ما عرف إنجليزي ممكن يبدأ بلغة سكراتش برمجية بعد ذلك يحاول إنه شوية شوية يمشد باقي اللغات سواء كان سي بلس بلس سواء كان بايسون سواء كان جافة جافة سكريبس غيرها من لغة البرمجية فأفضل عمري ما فيه يعني أفضل عمري هو يبدأ من حيث عمره الآن يعني عمره عشر سنوات طوال يبدأ عمرك 12 سنة أبدأ طوالي عمرك 15 سنة أبدأ طوالي فأي عمر أنت فيه بس تكون أنت يعني ما ينفع هو عمره سنتين أو تحس سنوات يبدأ برمجية فهو لازم يكون بيعرف يكتب يعرف يفهم يعني مثل الحرف تشنوه كده عشان يقدر يستوعب البرمجة بصورة كويسة طيب طيب محمد سأل كيف ممكن أعرف أن الطفل تتوجه بتاع برمجة عشان ما أخلي يتميز عشان ما أخلي يتميز في المجال عشان ما أخلي كيف أعرف أن الطفل تتوجه بتاع برمجة طيب السؤال هو جميل جدا اه توجه الطفل في البرمجة تحديدا بتقدري تتعرفه من خلال تصرفاته أو من خلال سلوكياته أو من خلال خلينا نقول يعني تحركاته كيف الطفل لما تلقاه هو بيمسك التلفون ودائر يفكك التلفون أو بيمسك الحاجات الإلكترونية ودائر يفكك أو حتى يلعى فيها أو حتى الحاسوب فده معناه عنده اهتمام في التكنولوجيا عموما بعد تاني انت بتدخله في الإلكترونيات وتبرمجة بعد تاني بتلقى في أطفال هم بيميلوا مثلا ده السوفتوير أكتر من الهاردوير يعني مثلا بيميلوا ده كتابة الكود والنغاد أكتر مثلا من الإلكترونيات والتوصيات الإلكترونية وقيلة من الحياة هم الحاجتين هم وجهان عملة واحدة يعني هم الاثنين مربوطات مع بعض لكن انت بتعارف الطفل من خلال السلوكيات إذا كان هو عنده اهتمام مثلا بالألعاب الإلكترونية طبعا كل الأطفال هم يلعبوا في ربيت الألعاب المشهورة فأفضل طبعا مدخلا أنك انت تصرف الطفل عنه هو يستهلك وقته في الألعاب الإلكترونية وحادي أنه هو تدخله أنه يتعلم البرمجة لأنه الألعاب الإلكترونية هذاته لو لا برمجتها ما كانت الألعاب إلكترونية تطبيقية بالشكل لا يعني فأفضل إجابة للسؤال طيب طيب رشيدة سأل السؤال الأول هل يوجد مركز سواء كان خاص أو عم بعمل على البرامجته طيب في السودان هنا طبعا في مراكز كثيرة وفي مبادرات يعني ممكن تكون برضو موجودة منها مبادرة فريق المبتكرين الصغار ومنها ثاني مبادرة سكراتش السودان فريق سكراتش السودان دير العمل ومنهج كامل بتاع سكراتش باللغة العربية في مراكز ثانية في السوق العربي لكن ما أذكد من موقعهم بالضبط لكن عموما في في مراكز وفي مبادرات وفي مدارس يعني مثل ما درست موهي والتمييز هم بدريسوهم البرمجة أو بدريسوهم حاجة سكراتش سكراتش دي برضو واحدة من اللغات البرمجية بيبدأ بيها الطفل يعني ف ف دا إجابة السؤال يعني طيب 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 السؤال الثاني قال أو قالت هل هناك أدوات معينة ما وجه سماعينة يلزمني عشان عشان نكون جاهزين البرمجة شوفوا التعلم البرمجة بالنسبة للأطفال سهل جدا ومبسط جدا يعني ما بيحتاج الكمة الهائل من الأدوات و ما بيحتاج حتى مبالق باهظة شديدة يعني إنما الأمر ببساطة جدا فقط يكون الطفل أول أمره معاه جهاز بتاع لابتوب أي مواصفات بس هو يكون جهاز يخدش النت و يقدر يحفظ فيهم ملفات أو يكون متوفر معاه انترنت جيد بعد ثاني هو أمام بوابة كاملة للتعلم البرمجة في السند ف يكون عنده جهاز بتاع حاسوب وانترنت وبعد ثاني يعني ينزل برنامج سكراتش ينزل فيديوهات على قناة اليوتيوب يحاول أنه هو يطبك على الحالة يشوفها في اليوتيوب وبعد ذلك يطبك في برنامج بتاع سكراتش فالحالة بتكسب مهارة التعلم الزاتي أنه هو ما يلقي الحاجة جاهزة كوبيبست 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 لا يشوف هنا يفهم هنا فيشنه في اليوتيوب وهنا فيشنه مثلا في البرمجة يبدأ يطبك ويبدأ حتى يضيف مثلا لمساته الإبداعية يعني أو لمساته الرائعة في البرمجة فهنا بيبدأ الطفل هو يتميز في البرمجة يعني لما يتعلم براه شوية شوية بيبدأ هو يمشي في مجال البرمجة بشكل كويس وشكل جيد طيب محمد بشير سياء سؤال ثاني قال طفله بس ما مسؤولية بتاعة أكل وشرب ويمشي بمدرسة أو يجمي مدرسة لا حتى مسؤولية هو يقدر يتميز في العلومة التانية ما شرط البرمجة لا ممكن يتميز مثلا في الراضيات ممكن يتميز في الفيزياء ممكن يتميز في الفلك ممكن يتميز في الرياضة ممكن يتميز في الشعر فالمغزى من الكلام ده والمقصد أنه هو يحاول ينمي مهاراته في الجانب اللي هو متميز به والجانب ده بيحاول هو يكتشف الجانب ده من خلال السلوكيات وخلال التعامل في البيت معناه هو منحاستي حاجة معينة كده فالمساعدات الحالية ممكن تقدمها الأسر فالمساعدات الحالية ممكن تقدمها الأسر أنه أول حاجة تعملها اللي هي تكتشف مهارة ابنها هي شنو يعني والله أنا ابني ده مثلا بحب الرسم فمعناه ينمي مهارة في رسم فمعناه أنا حاول أنمي مهاراته في الجزء المعين ده يعني ما ينفع هو بحب الرسم أنا أقول له والله يا أخي كسر رقبة مثلا تتعلم البرمجا لا لا ما كده على حسب الحاجة اللي هو مهتم بيها هو بقدر يبدع فيها يعني انت مثلا يوغصبته على تعلم البرمجا فممكن ما تنفع معه لأنه هو مثلا مهتم بحاجة معينة فالمساعدات ممكن تقدمها الأسر للأطفال أنه هي أول حالة تكتشف مهارات ابنها هي شنو أو مهتم لها تحاجمي الحاجات بعد ذلك تبدأ تنمي مهاراته في الحاجة ده وأكيد يعني يعني ما لقيت مثلا أماكن في السودان تنمية مهارات الجزء المعين ده ممكن تبحث في اليوتيوب تقى قنوات كثيرة بتتكلم عن الحاجة دي مثلا تشوف ناس مهتمين على الفيسبوك أو المواقع تحت التواصل الاجتماعي فشوية شوية بتلقى بيلقوا نفسهم أنه هم يعني يتحركوا في الموضوع بشكل كويس طيب عبير سألت قالت أنا طفلي مهتم جدا متعلم برمجة وكنت بديت معه بس ما استمرين حاليا محتاجين أسس نمشي عليها طيب والله تعالى ما إنت بديتي ودي خطوة جيدة ودي خطوة رائعة جدا فحسي الأسس الممكن تمشوا عليها أنه إنت تحاولوا تشوفوا وقفتوا وين يعني إذا إنت مثلا بديتي معه سكراتش لغة سكراتش برمجة فمثلا تمي معه اللغة دي لغاية النهاية بعد ذاك شوفي اللغات التانية يعني مثلا بعد سكراتش ممكن تشوفي ممكن تشوفي ممكن تشوفي ممكن تشوفي مثلا جافة جافة سكربس فدي كلها لغات ممكن تتبدي بها مع ابنك بس بيحتاج أنه إنت تتعرفي على اللغات دي على قنوات اليوتيوب في قنوات مخاصة ممكن تبحسي تبقي قنوات كثيرة بتعلم حتى بتثقف ولي الأمر لأنه هو يتعلم كيف يتعامل مع ابنه لما هو يكون مهتم بالبرمجة وكذا حتى بتدد الأولي الأمر أساسيات يعني الطفل هو نما نقول له يا بابا مثلا الكود دا أو الكود دا هو اشنو أو الأردوينو دا هو اشنو فهو بيكون عنده إجابة مبسطة بيقدر يديها دي فأنصحك بقنوات اليوتيوب أنصحك بأنك تبحسي في المواقع سواء كان مواقع أولاين كثيرة شديدة ومفتوحة ومجانية أنصحك برضو أنتم تشوفي أي مسان دورة مفتوحة أولاين أو أفلاين هو ممكن نخش فيها فبيكتسف فيها مهارات كويسة شوية شوية بترقي نفسك كنت بنيتي أسس علمية وتطبيقية كنت ماشيتي معه بصورة جيدة وصورة مميزة طيب احتغلت إذا في سؤال ثاني ممكن الناس يسأل عنوال لايف هو كان كيف يتميز الطفلي في البرمجة أنا بس بس اخترته الانواء أنا أن أدخل الحاجة أنا شغال فيها ولكن هنا مهتمش فيها شديد فممكن يتميز الطفل في مجالات كتير ما هي الحاجة دي هو التميز هو ليس بالحكرة على البرمجة كلنا سوف تفهمه هو التميز لا يقوم بما كان على البرمجة انه التميز في أي حاجة الطفل هو ليس تميز على أدب ممكن تميز على الشعر وفي الرياضي ممكن يتميز في الفنون يعني اي حاجة لكن انا بس اخطط البرمج لانه يعني معلومات يكتر في الجزئية دي يعني فاذا في سؤال تاني ممكن الناس تسأل انا كده انتهيت من المحاور حقتي كلها اذا في سؤال ممكن الناس يسأل ممكن سريعا كده ارخيص لكم اللايف اول حاجة ادينا مقدمة عن يعني شنو او لماذا بدانا لماذا يتعلم الطفل البرمجة بعد ذاك خشينا انه هو كيف يتميز في البرمجة ادينا عدد من النقاط النقطة الاولى قلنا يكون عنده استمرارية النقطة الثانية التطوير النقطة الثالثة المبادرة يكون هو مبادر النقطة الرابعة اللي هي مع نقطة الثالثة برضو انه هو يشارك مثلا في المسابقات يشارك في المؤتمرات يشارك في المعارض المعارض عنده علاقة بالبرمجة وحتى عنده علاقة مثلا بالالكترونيات يعني في هذا ملخص اللايف يعني بصورة مختصرة جدا شكرا لكم جدا على الحضور شكرا لكم على المتابعة وان شاء الله يعني اكون قدمت ايكم معلومات جيدة مقيمة ممكن تستزيدوا منها وتكون يعني ان شاء الله يعني لدينا اطفال نعلمهم جيدا بالعلم ونبتكرون المعرفة كنت معكم محمد محجوب وانا نلقاكم في لايف اخر دمتن في ريعت الله وحبزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب اخر سؤال قال هل البرمجة عندها سن معين ودعا جيبتها عليه وقلتها جماعة البرمجة ما عندها عمر معين يعني الطفل هو طالما بيعرف يكتب وبيعرف يقرأ ممكن هو يتعلم البرمجة وبذات الاطفال هم في الاعمار من سبعة وتمانية وتسعة وستة سنوات افضل لغة برمجية هم ممكن يبدو بيها اسكراتش اسكراتش دي افضل لغة برمجية حتى هي خاشة في المناهج الاوروبية ومناهج العالمية يدخلوها للاطفال في المغارات الدراسية في السنوات الصغيرة عشان هم يتعلموها فدي افضل حاجة يعني ممكن هو يبدو بيها في العمر الصغير دي يعني ستة سبعة تمانية تسعة عشر سنوات وممكن يتعلم نغة اسكراتش شكرا لكم احتقت انا ختمت لك انت اجاني سؤال فإلى ان نلقاكم ان شاء الله في لايف اخر تمتم في رعات الله وحبزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم